نحن نشكر الاخوة للصحفين على الحضور المكثف وعلى اهتمامهم بهذا الموضوع نشكر كذلك كل من سهم في هذا المشروع وخصوصا في حسن اختيار الاسم اللي فعلا الاسم هو الممتاز هو تحصين السياسي للثورة التونسية وهذا ما نسعى لإرسائه نحن نذكر اللي حزم المتمر كان بادر نهار 7 أبريل 2012 بطرح أول مبادرة من هذا النوع لكن نحن طبعا دي ما يدينا محلولة لكل شخص يدعم هذه المبادرة بل ويحسنها مهما كان لونه مهما كان انتمائه وهذا ما نريده داخل المجلس تأسيسي هو الوفاق والوفاق لتحقيق أهداف الثورة التونسية أشكر كذلك كل من طور موقفه ورفعه من سقف المطالب وهذا فعلا إيجابي ويشكر ويذكر ويشكر أمنا على هذا الاسلاح نحن معه مكان لونه طبعا لازمنا ننتظر هذا المجلس تأسيسي هذا قلب السلطة هذه السلطة الأساسية نحن بادرنا بهذه الاسلاحات سنبادر بها سندافع عليها لآخر لحظة لكن ديما نطالب بأكثر اصلاحات في العمل الحكومي شاء الله ينزجوا على منوانا ويواصلوا تتميمة فقط في 30 ثانية تتميمة لكلام سي عبدالروف العيادي نحن طبعا نساند هذا المشروع وهو مشروع التجريم التطبيع كذلك كودة متمر بدرنا بتمرير مشروع بتمرير مقترح مشروع يسمح للمحاكم التونسية بتتبع مسؤولي الكيان الصهيوني اللي نرتكى مجرائم ضد الإنسانية إذا كانوا متضررين فلسطينيين ولم تعهد المحكمة الجنائية بتتبعهم هذا المشروع كما كانوا الفلسطينيين محاصرين داخل غزة اليوم سنحاصرهم خارج غزة سنحاصر الصهيونية خارجها وأدعو كل الدول العربية والإسلامية والمجارة والأوروبية أن تبادر وتدوا ما تعمل كما عمل التونس وشكراً نبارك الله فيكم شكراً لكلمة للسيد طارق بعزيز وهو الناتق الرسم باسم كتلة المستقلين الأحرار فضل بسم الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله نحن في كتلة المستقلين الأحرار هذه الكتلة التي نؤكد أنها مستقلة دائماً نمتزمون باليمين الذي أديناه خلال جلسة 22 نوفمبر 2011 أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في المجلس الوطني التأسيسي باستقلالية وفي خدمة الوطني واحد ومن هذا المنطلق فنحن نثمن هذه المبادرة لأن في الحقيقة يجب أن ننظروا لها من جانب آخر ومن زاوية آخر أنها تأتي في وقت اللي الحكومة لسبب أو لآخر القانون العدل الانتقالية وخر علينا شوية لأنك اليوم أنا فرحان اللي السلطة وأنه الأصلية اللي هو المجلسي بادر في هذا الاتجاه وبعد أن أقول فشل جميع المحاولات لإفشال هذه الثورة وإخضاعها وانتكاستها نحن الحمد لله أغلبناها في فترات بوعينا وكون دولة وعنا مؤسسات ودون إطالة نحن ندعم هذا القانون ونتبناه كذلك نؤكد على ضرورة التسريع بالعدل الانتقالية كذلك نؤكد على إن شاء الله في القريب العاجل أنه نكون مرينا من مرحلة صعيبة الانتقالية وطوينا الصفحة لأنه هالجرحة يزموا في النهار منهارات يتسكر وننطلق في العمل والمهم أنه أحنا رغم المهام المناطة بعودة المجلس التأسيسي ورغم ما يقال ونحن لسنا فوق النقد نحن نتقبل أي نقد لكن هذه مبادرة أنا نقول جريئة وجيدة ونشكر اللخيان اللي قاموا بها ومش ضروري روش كون جاب المبادرة المفيد أنه جميع الكتل نتصور متفق على شيء هذا وإشارة أخيرة أنه ككتلة المستقلون الأحرار نحن أيضا مع تجريم التطبيع وهذا مطلب نتصوره أساسي لاحية دعنا شكرا وسلام عليكم شكرا كلمة السيد مبروك الحريزي ممثلا عن كتلة الكرامة والحرية بإجاز أقول أنه نحن انتظرنا هذا المشروع القانون يعني طويل وأظن أنه تأخر قليلا لأنه هذا القانون يحصن الثورة ويؤكد أنها على الخط الصحيح وهو في الحقيقة يعني تحصيل لمحاولات إحياء رميم الفساد والاستبداد هو في الحقيقة ببساطة عقاب سياسي لجرائم سياسية لا أكثر ولا أقل من قبل من تولوا هذه المسؤوليات المذكورة في مشروع القانون وننتظر مثل هذا هكذا قوانين ثورية تتلائم مع الوجه الجديد لتونس وخاصة قانون تجريم التطبيع شكرا كلمة للسيد فايس الجدلاوي وهو نائب مستقل مع الشكر سيد صاحبي وأنا نتصور أنه العديد من الخيان الموجودين هنا يطرحوا في العديد من التساؤلات منها أعليش القانون هذا اليوم بالذات أثنين أعليش قانون وقت القانون انتعى العدالة الانتقالية وقع عرضه على المجلس الوطني التاسيسي واليمكن أنه هو يقوم مقام هذا القانون أثلاثة أعليش أنه الناس ضمى في بيتنيو لا غير ما تكون عندهم ملفات قضية وما فتحتش ملفات قضائية اليوم يوقع في بيتنيو لا أخذ مثل هذا القانون في حقه أنا بكل بسط أنا شخصيا والحاجة هي ثورة وقعت في البلد والقارات يجب أن تكون قارات ثورية ما تماش قارات إصلاحية إذا كان نحب الثورة تنجح تكون القارات أنتعنا قارات ثورية أثنين أنه إحنا اليوم بيسدد تأسيس أو التأسيس للعديد من الهيئات المستقلة ونحن نعرف أن الهيئات المستقلة هذه باش يكون عندها دور فعال في تونس منها الهيئة أنتع الانتخابات منها الهيئة أنتع الإعلام والعديد من الهيئات أخرى إذا كان نحن ما أصدرناش قانون اللي يعتبر بالمثابة القانون الاستثنائي حيمائي ضامن ضامن على الأقل نتوفر فيه كل الضمانات أنه نسكروا كل الأبواب للناس اللي الشعب أخرج في وقت ملوقات وقال لهم ديجاج والناس اللي الشعب أخرج في وقت ملوقات وطالب محاسبتهم وطالب محاسبتهم إذا كان باش طبقوا شوية بطأ في فتحها إذا كان نبقوا ننتظروا حتى لهم دوقع المصادق على القانون التعالى العدالة الانتقالية راهوا مرحلة الانتقال الديمقراطي ما يشبش تنجح وراهوا من نجموش نعملوا مرحلة ومن نجموش ننجحوا مرحلة الانتقال الديمقراطي وثم اليوم في تونس شكون مزيل من نظام السابق ومن المنظومة السابقة قاعد يرجع وقاعد يوخذ في مواقع جديدة وقاعد يخدم ضد الثورة العديد من وسائل الإعلام الوجوه القديمة كفاش رجعت والوجوه القديمة ثم يشكون عندها قاعد يدافع لها وثم يشكون اليوم يحب يرجعها للسلطة بأي طريقة كانت مهما كانت حتى وإن تكون مصلحة البلاد ومصلحة الشعب وبالتالي القانون لذا أنا نعتبره بالرغم أنه قانون العديد من ناس يقولوا وراهوا ما نعرفش ولينا نتعلمه في دروس في الوطنية من ناس اللي يقبل كانت أبعد ما يمكن على الوطنية قرون ذا يراه يعتبر جريمة جماعية ويعتبر كذا عقوبة جماعية ويعتبر لا ما يعتبرش وقعت في بلدان أخرى وما يشبد على تونس وقعت في بلدان اشتراكية وقعت في بلدان أوروبا الشرقية لأنه عملت ثورات أما البلدان اللي ما عملت الثورات ممكن راهي تأخذ إجراءات أخرى احنا عملنا ثورة والقارات انتعنا تكون ثورية وراهوا ما مش بش يرجعوا وراهوا بش نقولوا هالو إذا عدتم عدنا بأي طريقة إذا عدتم عدنا وراهوا بش ندافوا على تونس وبش ندافوا على الثورة وبش ندافوا على انجاح الفترة الانتقالية هذه كلفنا ذاك ما كلفنا مع شكرا شكرا كلمة سيدة بستار ذيتي وهو نائب مستقل شكرا الساحبي بعد ترحيب السيدة الصحفيين اللهي ما عنديش أنا أكثر نقوله ما اللي يخلطوه لكن نحب ننظيف أن بعد تثمين هذه المبادرة والمشاركة فيها نحب نذكر بنقطة ممكن ما ذكرتش أنه هذا القانون هو مطلب من مطالب هذه الثورة المباركة يعني من حق الشعب التونسي أنه يبعد هذه الناس التي يعني أجرمت في حقه ولوثت هذا الملاخ السياسي لمدة قرون لمدة يعني حقود والشي سأعوني في العبادة والله يقول لي بش يحس نفسه أنه بالذكر واللي بش يكون يعني أحس بظلم من هذا القانون وإن شاء الله يعني سيمرر إن شاء الله وسيلقى بإذن الله الأغلبية في المجلسة التأسيسي لأنه يعني نتصور يعني كل السياسيين الأحرار أنهم سيكون يعني موافقين إن شاء الله على هذا القانون وكله كيفما قلت يعني في الختام وكل من أحس بظلم في هذا القانون يعني فهما وجود المحاكم إن شاء الله للقذاء اللي نتمنيه أنه قاعد يأخوا يعني في مساره بإذن الله يعني الطبيعي اللي نحبوه يكون قذاء يعني مستقل بعتم معنا الكلمة فيلتجأ للقذاء اللي ويونسى بإذن الله وشكرا صحبي هو بكل إجاز رأى القانون هذا فيه عنده علاقة وطيدة بقانون تجريم التطبيع وفي التكامل فيه وراه ويعتبر هذا في علاقة بالثاني ولا بد أن أمينشه أثنين بصفة متوازية لكلمة محمد ناجي الغرسلي شكرا تحية وطنية بكل لطف نقول واني شخصي نعبر عن كل من يشاطرني القناعة صلب الكتلة الديمقراطية والتحالف الديمقراطي لا باسمي الشخصي بل باسمي كل من يشاطرني نقول وانه المبادرة هذه يعني مبادرة جريئة أعتبرها من مكملات أهداف الثورة اللي أجر في حق الشعب طيلة حقود لا يمكن أن يطمئن إليه وهو يدير مقاليد الحكم وفي مواقع مفصلية ذات تأثير على المصار في الانتقال الديمقراطي لدولة ما بعد الثورة على هذا الاساس نقول ونسمى فيه يعني إضافة نحب ننشير لها كل من أنتبقت عليه المواصفات الويرد الفصل الثلين يحرموا أو يقال أو يعفى من المسئولية حاليا في اللي هو متقلدها صلب الفصل الثلين شكرا معقول يعني هذه أرتقاها يعني إضافة هو كذلك لأنه إذا من نجموه ما قموش بها يعني كان شيء يعني ثم فيه من احتل المواقع معينة في مراحل سابقة يعني وسيتواسط وبالتالي وأنه لن تنلهوا آآ العدالة الثورية شكرا ومعذر إضافة وحول يعني التطبيع يعني التطبيع يمثل جريمة بحق الضمسوتي للأخوة لمال الكيام الصيوني من غطب